شوف بقى ما هو اليوم ده هو اليوم الجميل بقى بصراحة ليه لأنه بنقابل فيه فقهنا المفضل فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر منورنا مولانا كل سنة وانت طيب كل عام والجميع بخير وسلام الحقيقة سعادة النائب الإعلامي الواعد يوسف بيل حسيني احنا عندنا تشكيلة أعياد فبالنسبة لمصر بصفة عامة أربعين سنة على تحرير كامل وشامل لسيناء المصري حظيم وأيضا عيد المصريين القدماء والمحدثين وهو لو كان اليوم شام النسيم أو شمتوا أو يوم الزينة كما جاء في القرآن في صورة طاها ووعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحاء والناس هنا يعني المصريين القدماء أيوة العيد الخاص طبعاً اللي هو كان أمس احتفال الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد هو قيامة في العقيدة المسيحية ورفع في العقيدة الإسلامية فالعيد واحد أيًا كان قام عليه السلام أو رفع عليه السلام أنه هو في السماء فالحقيقة قام ورفع وهو في السماء مش مشكلة هو في السماء كل بقى عقيدة يحرف تفصيلتها لكن ما يعنينا أن نتقدم بخالص التهاني وعظيم الأمان للإخوة المسيحيين بمختلف كنائسهم ومذاهبهم ثم بعد ذلك حضرتك يعني مثل هذا اليوم إن شاء الله الإسلام القادم بتعيش مصر العيد الرابع ألا وهو عيد الفطر من شهر رمضان أيوة العشر الأواخر بقى كده مولانا أقسم الله بها في القرآن الكريم فقال والفجر وليالي عشر الفقاء اليوم ثلاث تفسيرات قالوا هي العشر الأخير من رمضان فيه ليلة القدر وينتهي بعيد الفطر والعشر الأول من زلحقة وفيه يوم عرفة وينتهي بيوم النحر والعشر الأول من المحرم وفيه تاسعاء وينتهي بعشراء فهي ثلاث عشرات أما عن العشر الأخير من رمضان فأخرج البخاري في صحيحه بالسند عن أم المؤمنين الصديقة المطهرة السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر يعني كناية عن القيام في الصلاة وأيقظ أهله وأحيا الليل طبعا أحيا الليل بالأسكار الشرعية وتلاوة القرآن والتهجد العشر الأخير طبعا في معالم المعلم الرئيس الآن وهو ليلة القدر وهي ليست مزاد لحظوظ الدنيا لا هو الله يبين لنا أن هذه الليلة ليلة السلام العالمي خلي بالك التعبير ده جديد وأنا أخص برنامج التسعى مساء به ليلة القدر هو يوم السلام العالمي لأن الله قال تنزلوا الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفكر يبقى دي ليلة سلام ليلة سلام ونزاك السيدة عائشة أيضا رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وآله ما أصنع إن وفقت ليلة القدر قال يا عائشة كممكن أقول لها ادعو الله أن يرزخك بولد لم يخل لها ذلك ادعو الله أن يحسن أكلنا وشربنا بدل الطمر والماء والشعير ومرتبة من كتان حشوها ليف أن نعيش في مستوى أفضل ما عيش ولكن قال لها يعلمنا السمو قول يا عائشة اللهم إنك رب عفو كريم تحب العفو فعفو عنا شكرا